الرواية في المجمل هي كانت بتمكش عدة قضايا الحبكة الأساسية بتاعت الرواية على خلاف ناس كتير يعني ممكن ما شافتش ده الحبكة الأساسية كانت بتتكلم عن هو المتكلف كري الحبكة الفرعية كانت هي الصفر عبر الزمن وده لأني لقيت تشابه يعني اللي هو سرقة الهوية يعني عزة دينة سرقت هويته وكذلك الأمم احنا فعلا بتتسرق هويتنا بالخطايا اللي بتحصل في التاريخ أو بالأحداث اللي بنمر بيها لو ما قدرناش نصوبها أنا بشكر حضرتك أستاذ أحمد على وجودك معنا النهاردة وسعيدة جدا بلقاء حضرتك ومبروك على الأحلام ناقل سويدان وإن شاء الله نقابل حضرتك في مشاريع التانية إن شاء الله مرسي شكرا